مرحبا جميل سنة اليوم سأكتب عن الاسم بذلك سأذهب مرحبا مقدم مقدم اخذنا العضلات موسلز النك الرأبة عرم الزراع هارت القلب اي العين رست اللي هو لما يقولك تعالى نلعب رست كده الحتة المبين ايه اخر اخر الهند اخر كف ايده دي دي طبق رست طبق هذه العضلات دي بقى عايزين نقسمها لنوعين Voluntary و Involuntary Voluntary means موسلز كان بي كنترولد يعني العضلات اللي انت بتتحكم فيها وقت ما ترس تحرق اتحرق مش عايز تحرقها ما تحرقهاش طب ايه Involuntary موسلز كانت بي كنترولد يعني انت بتتحكم فيها ايه ما نفسها شغالة كرا صاحي نايم هي شغالة نشوف واحدة واحدة بقى اول واحدة نت الرأبة العضلات بتاعت الرأبة انت اللي بتتحرقها والا هي بتتحرق مع نفسها Voluntary ولا Involuntary انت اللي بتتحرقها يبقى Voluntary طبق ارمه الزراع دراعت Voluntary ولا Involuntary Voluntary انت اللي بقى اصل تحرق ايه دك طب الهارت همم طبق ارمه طبق ارمه طبق ارمه لا يبقى Involuntary الايه اللي هو مقصود هنا ان عينا بترمش وانت يا عينا بترمش هل انت اللي اصل انها ترمش لوحدها ولا هي حاجة الكوية تلا مع نفسها مغفوظ مع نفسها يبقى Involuntary انت من فاش تفتح عينات مثلا دي على بعضها عينات لوحدها تلا بتقفل فدي كده حاجة غير ارادية مع نفسها طب رسط الرزق بتاعيدك او لو ان اخر كاف في ايدك ده ايه انت اللي بتحكم فيها يبقى Involuntary يبقى ده ايه دول امثلة مش دول كل العضلات اللي بديت منها يعني بس دول امثلة يعني الامعاية المعادة انت بتتحكمش فيها ده Involuntary اه عضلات بقى دي اسم كلها اللي من برا دي انت اللي بتحرر جسمك فده Voluntary حاجة ارادية طيب هناخد بال Voluntary والامثلة وإيه اللي بيحصل فيها عند اول واحدة Arm Muscle عضلات الزراع وان عشان ايه حاجة اتحرك لالما فيه عضلات Contract وعضلات Relax واحدة كامش واحدة بسطة طب Function ايه الوظيفة وزيف الدراعة اني تتني ايدك Bending the elbow Elbow يعني الكوع المنطقة دي الكوع ده ده Elbow فهي Bending the elbow By two different voluntary muscles العضلات دي تعتبر Voluntary حراية راضية انت بتحكم تتني دراعك بوشة C زا قلبه. بيتني الكوع. بيشتغل ازاي? when you bend your arm. بتني دريعي. اني واحدة. على ايه front muscle contract. اللي فوق دي. اللي امامية دي. طب والبيت الوارة دي. ريلاس. صح. بيت مسل ريلاس. طب انا عايز بقى احضر ايه تاند راعي. لأ. هفرده. طب لما هفرده. هل نفس العضلات? هل هيحصلهم نفس الكلام? هل هي? لا. لو بصيت لقى. دي اللي فوق ايه? اتفردت. يبقى دي ايه? front muscle relax. طب والback muscle اللي واره بقى. هم? سهل مفردت دي هي اللي تشدد بقى. front direct. يا حرق دي. ايه? اول واحدة كده ايه? ارمق muscle. اول واحدة في البولانتل. نعم. نت muscle. اللي هي عضلة الرقبة. العضلات بتاعة الرقبة. عندي برضو عضلتين. هم? شوف كده ايه? شغالة بيحصل ايه? هم? بتاعها moving the net. بحرك ايه? الرقبة. up down two different muscles. دايما هنا كده ايه? العضلتين دول. والجنب التاني بلاية زيهم. طب. بقتني بقى رقبة يمين شمال بتساعد ان انا هحركها. طب اللي بتشتغل نفس الفكرة. لو انا برفع دماغي لفوق. هم? على ايه? لو انا برفع فوق تلاقي واحدة بتتشد. طب. وين مفزق? ده وانت وانا منزل الراس تحت. على ايه? العضلة التانية هي اللي تتشد. تلاقي ما فوت ايه? في وراء واحدة من وراء كنا. دي ايه? بتتشد بقى. لو انت رفعت الفوق هتلاقي اللي وراء قسرت. واللي قدام تولد. نزلت دماغك هتلاقي اللي وراء تولد واللي قدام هي اللي قسرت. دي بقى ايه? لازم واحدة كنترات واحدة. ها. اللي هو اللوز بتاع دي دي عادة. في ايه? في اعضلات عشان تتحرك. ففيدي ده تير نيور هاند اوبر باي تو مسلز. تير نيور هاند يعني بضع اللفة ايدي. لا الفيديو ده كده مثلا. باعرف اللفة ايدي. يمين الشمال. طعم اللفه ايه? لفة كاملة. دماغتي مش هتلفة معي. لكن ايه? يمين الشمال. فلازم العادلات اللي فيها بردو نفس الفكرة. وين يوبالم فيسنج اب. بالم اللي هو يعني ايه ده كده ايه? وش هال فوق. واحدة من العضلات دي بتتشد. وين يوبالم فيسنج داون ولما لف ادريع بقى ايه بقى وش ايدي التحت. لأي المنزة ده كده. لأذر ماسل كنترات. ثم العضلة التانية هي اللي كنترات. بقى ايه? كلهم نفس الفكرة. واحدة كنترات واحدة ريلاكس. هنا عضلتين بقى واحدة كنترات في موقف. والتاني لما اغير ايدي اوالب ايدي والش هال قدام لتحت. لأي الدانية التانية هي اللي حصلها لكنترات. عضلات اللي على الجنبية بقى ايه? البطن. مش ايه? مش المعدة? البطن البقى من برا. ايه? العضلات اللي على الجنبين دول. بيعملوا ايه? ادي ايه? العضلات بتتحرق. وانت بتلف يمين شمال. تلاقي ايه? الناحية اللي انت لفيت ناحيتها. اتشدت. اصرت. والناحية التانية تولد. لفيت العطل تلاقي التانية اللي ايه? اتشدت. ودي ليه تولد. ففايدتها موفينج بيلفت اريا ولنجلي. بيلفت اريا يعني منطقة ايه? الحود الجزء اللي تحت ده عشان تعرف تحرق وسطة يعني. ولنجلي زيتم بما شئتك بيرطت حاجة ايه? انت اللي بتختارها. فاللي بيعمل التامرين بقى هو بيحرق وسط بقى يمين شمال. فده ايه? دي فايدتها العضلات دي عشان اعرف احرق منطقة الحود. ازا بتشتغل? احرق نفسي ناحية الجنب من جنبين. هلا ايه? دي ايه? 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 اصرت واللي انا بحرطي ناحيتها دي تولد. العضلات اللي في نفس الجنب اللي انت رايح له وما دول ايه? بيتشدوا. بيقصروا. والعضلتين اللي بعيد اللي في الجنب التاني دي اللي بحصلها ريلاكس. انا مسلا في المنظر ده كده. دي انت رايح الجنب ده بتلف يمين? يبقى دي والاتنين اللي ايه? ناحية تانية ريلاكس. طب علف ايه? شمال. هم? لما رايح في شمال. على ايه ده اللي حصل له. ده ايه? ريلاكس. امتد. والدول التاني هو اللي ايه? كونتراكت. تمام? طب ده الفولانتر. مين اللي انفولانتري? خدنا مين انفولانتري? بتاع الهارت? بتاع الاي? الهارت? بتاع القلب ده. فايدته بعمبنجي بلد. خدنا مبلي كده. كاري اواتلجين توابري سيل. باني ليه? الواتلجين لكل حتة في الاسم. ازاي بيشتغل ان الهارت مصل كونتراكت انتراكس والابري بيت. مع كل ضخ الدم او كل النبضة تلاقي القلب ايه بينقبض وينبسط. كونتراكت وريلاكس. بس مش انا اللي بتحكم فيه هو مع نفسه كده شغال. ايه لد مصل اللي مع عينة بيقولنا بترمش لوحدها كده. دي تعتبر حاجة لاي اراضية. فبقالها فايدتها تين تايمز انا ملت. فالغالب كل ايه? كل شوية كده بتعمل فتعيبا في الديها حوالي تين تايمز. عشان مرات في الديها. الده بتشتغل انها بتنقبل عشان تقفل العين. فدي اين فلاندر. في ومحنة دول? خدنا العنوان ده تلا شوية المرة اللي فاتت. انها النهاردة بناخدها بتفصيل اكتر وبمرة اللي جاية تفصيل اكتر. عندها الحرم من انهي تعملها. فايت او فلايت. فايت او فلايت. يعني اتواجه الخطر تطلع تجري. قبلت شوية تلاب ولا تلاب حتى. اما اه تتلمجر في وشه وتمسل توبة تغبطو بيها بتاع. ايبا فايت. او تطلع تجري ايبا فلايت. فده ايه نعمل استجابة. ايبا ايه السيستم اللي هيساعدة لساعة الخطر. اخرناها لما قلنا لما تبقى مضغوط متوتر في خطر تتعطى من العجلة. الى جهزة اللي بتشتغل. نرفع السيستم ده اول واحد. شغال معاكل على طول. لكن قلنا الاجهزة دي بقى. قلنا السيركولاتي السيستم والرزبوراتي السيستم. طيب كنا قلنا حاجة كده بتنبه السيركولاتي والرزبوراتي عشان يشتغلوه. غدة كده. اه اللي صاحب عايف تطلع قولي ادرينال جيلاندل. هدي ادرينال جيلاندل. قلنا ايه? تبقى عند الكدني عند الكليتين. ده مكان الغدة. بتفرز ادرينالين. هرمون كده بيمشي بالدم يوم ينبه القلب. يزاود ضربات القلب. وينبه اللوندلس انهم ايه? يزاود البريسنج. طيب. لكن بقى نرضى بنعرف ان الادرينال دي. دي غدة تبع حاجة جهاز. جهاز اسمه اندوتراين جيلاندلس. اندوتراين جيلاندلس. يعني جهاز الغدد الصماء. او يعني غدد لاترانوية. المهم يعرف انا ايه? جهاز الغدد. عنده في اسمك غدد. الغدد دي بتفرز هرمونات. بتعمل ايه? بتنبه اجزاء معينة في الجسم. مين اللي اخذناه بكده? ادرينال جيلاندلس. ناخد بقى جهاز كده بشوية تفاصيل بقى. اندوتراين جيلاندلس سيستم. دي مجموعة من الجيلاندس اللي في الجسم. البنترياس. الادرينال. اه في غده سيرويد. في غده في الرقبة. في غده في المخ. كل دي غدد. هل كلهم نفس الفايدة? مش كلهم نفس الفايدة. لكن بيتشابهوا ازا بيشتغلوا? كلهم بيشتغلوا بنفس الفكرة. لكن كل واحد ليه وظيفة بقى. ده بقى ايه? مش جهاز ليه وظيفة واحدة. زي وظيفته كله عشان تتنفس. كل العضاء اللي فيه عشان تتنفس. سيرويداتي عشان بمب بلاد. لأ ده بقى جهاز كل حتة فيه لها وظيفة مختلفة. كل واحد بيأثر في حتة تانية. زي ما انت بتاخد الدواء كده. الدواء الفلاني بيأثر في المعدة. اه ده للعظم ده للصدوع. كل دواء ليه تأثير معين. دي زيها. دي هرمونات. زي الادوية كده. هرمونات كل هرمون بيأثر في حاجة معينة. شكرا لك. يعني جهاز بتتاوي من هرمونات بتخلي الجسم مستعد انه يستجيب. يستجيب بقى الخاطر لأي حاجة تانية للموقف اللي هو عائزة. تركيبه هتجيب الهرمونات منين? ها? الادرينالين جاملين. جامل غود اسمها ادرينال جلندس. يبقى لازم التركيب بتاعه حاجة اسمها جلندس غدد. اللي بتفرز هرمونات. يبقى فيه اجلاف الاسمي غدد. بتبقى زي حباية صغيرة كده. الحباية الصغيرة او الهضمة بعد كده ايه? المعدة بتفرز حامض مسلا. اه في الماوس في بتفرز صلايفة بتفرز اللعاب. دي نفس الفكرة شوية يعني. غدد بتفرز هتسمها تبع الغدد لعبية. يعني دي برضو تبع كلمة غدد. دي بتفرز صلايفة لكن دول بقى بفرزوا هرمونات. طب ايه هو الهرمون? سبستانسي سكريتد با اندوكراي انجلندس. المادة اللي فرزتها الغدد دي. اندوكراي انجلندس. انا غدد صموة او غدد لاقنوية. تو هل بزبادي تو رزبند تو ديفراند سيطوات. عشان تساعد الدسمات انه يستجيب للمواقف المختلفة. طب فايدتها. مسلا كنترور رزبوند تو دينجر. قلنا بتستجيب للخطر. وتيب بادي تمبريتشار اند بلاد بريشار كونستانت. بتخلي داقة الحوارة الدسمات سابتة. بتخلي اه ضغط الدمي بسابت. يعلى بقى ان ايه خليت ايه مهما تتنرفز من ال بتاع الضغط بيعلى. وانا ساعة الخطر البلاد بريشار بيزيد. ضغط الدم بيزيد. فايه? هما فايدتهم في الاساس ان هو يحافظ على جسمك. الحرارة ما تزدش. ضغط الدم يبدل لما هو. اه مستوى السطر. مستوى المعادن. مستوى المية. دي الحارات اللي بتزبط الحارات دي بجسمك. انت عملت حرة غلط بقى نيلت الدنيا. جهازك فيه مرض فيه بتاع. انت لقي المستوى دي بقى بتختلف. الهرمونات دي حصل فيها لغباطة بقى. لكن فايدتهم بالنسبة لكده ايه? على عدة كده كنترول بتتحكم في الاستجاباتة للخطر. والتنبريتشر والبلاد بريشار يبقوا كونستانت. الحرارة وضغط الدم. ازا بتشتغل بقى? اخدناها في بتاعة الادرينال. اللي عند الكدني. ديورند دينجر اندوكراين معان ريزبوراتي السيستم. ايه السيطراتي السيستم? جهاز الدوري. الاستجاب بتاعه? هارت وبلد وبلد بيزلز. هارت وبلد بلد بيزلز. القلب والدم واللاواية الدموية. اللواية الدموية في ارتريز وفي في وفي بلد تابيلرز. ارتريز وفينز وبلد تابيلرز. يعني اوردة شرايين شعيرات دموية. يعني ايه كلها نفس الفترة بيقول عليها بلد فيزلز او عاية دموية. لكن فرع الحجم بقى ودي شايل ايه ودي شايل ايه. اخطوها بالكده ان الارتريز تم يشيل الحاجات الحلوة الاواتلجين والشودر. والفينز بتشيل ترامون دايت سايد. بلد تابيلرز دي بقى بتوصل ما بينهم. دي اعنبيب كبيرة وده اعنبيب كبيرة. لكن ما ينفعش بقى ايه? دي تخش بدي. لا لازم ايه? لعنبيب دي تبتدي تصغر بتصغر لحد ما تبقى رفعيها خالص. اللي هي بلد تابيلرز. ودي تبتدي تصغيرها خالص وتدبر تدبر لحد ما تبقى ارتريز مسلا. فدي ايه? بلد تابيلرز دي عشان توصل بين ده وبين ده. لما قلنا كنا مسلا ايه? ان انا لازم الاكل يروح لكل سل. طيب السل حجمها صغير. هل الوريدة والشريال انت بتشوفه في ايه ده? ينفع يخش على سل صغيرة ما بتبانشي? لا هيغرقها. يبقى لازم بتبقى رفعيها لحد ما تبقى بلد تابيلرز عشان توصل اليه الاوتليجين والفود وتطلع انرجي لكل سل. كل خالية زيارة. عشان تاسمها شعائرات دموية. فروفع الشعر. تمام? يبقى الهارت وفي بلد فيزلز وفي البلد. مش متوب بلد بس اللي هو ايه? محرد منه يعني ان هو ايه? في دم لازمها في دم. البلد فيزلز انواحها فينز وارترز وبلد تابيلرز. الشرايين والاوريدة والشعيرات الدموية. والعشان تلي كده ايه? دوز الاحمر ده ده اللي ماشي في الاوتسيجين. والدوز ايه? البلو ده اللي شاير كربون دايتسايد. وانه لازم يلف في كل الجسم. عشان تسميه دورة. لازم يدور كده في الجسم بتاعنا. بتاعته يعني للدم. محمل بغازات. ايه الغازات دي? لا اما اوتسيجين. اما عشان يوديل الجسم. عشان يطلعه من الجسم. هورمونز. لما قلنا اني هورمون زي الادرينالين. اللي جامل الادرينالجلندس. نيوترانس. مواد غزائية. لازم كل ده يتوزع فين? لازم كل ده يتوزع فين. عشان يبتدي يستجيب للخطر مسلا. تمام بيبقى فعالاته يوزع الحاجات دي كلها. ازا بيشتغل بقى? هورمونز يعني الهورمون هيحفز السريطات السيسم عشان يحضر نفسي السريب للخطر. ازاي السريب للخطر? دربات العلب تزيد. العيد يبتدي الدم يتضخ للعضلات. للهارت. والعضاء التانية. يعني المخط اللي بيفطر وعطى امر لادرينالين. نوع ايه? او لادرينالجلندس عشان تفض ادرينالين يروح للسريطات السيستم يحفز القلب. المخ ده عيد لوتلوجين. فلازم ايه? ياخد ايه? نصيب يعني. في ايه? اللي هو مسلا ايه? الاعضاء الكاملين الحيوية. طول الدسمة عيد لوتلوجين بس ساعة الخطر بقى لازم ايه? مخط بفيه لوتلوجين. لو ما خدشي لوتلوجين يدلت اغماء. يغمى عليك رطوعة. بقى ايه? بقى ايه? بقى ايه? بقى ايه? بقى ايه? بقى ايه? ضغط الدم يزيد لان كمية الدم زادت في وقت الخطر. فهي يقولك الضغط زاد. لما انت تفتح الحنفية كده وانت مشغل المطور. مع نفس المية. بس ساعة ما المطور شغال ضغط ده المية زيادة. لان المية طلعة كتير من الحنفية. لو المواسير بتاعك ضعيفة. ممكن ايه? ما تستحملش الضغط ده. فهينا بقى ضغط الدم بيزيد. ليه? بسبب ان كمية الدم اللي مشها زادة. فاللي عنده مرض او حاجة ممكن ما يستحملش ضغط العالي. ويدو له مرض ايه? لو الضغط بقى. دو له بقى اصدع وبتاعي بقى دايما. اه في حاجة ساعة الخطر بس وبتروح. ده لو جسمك سليم ويه? ما فيش حاجة. وفي بقى بيبقى عنده المرض بقى للضغط ايه? عالي على طول. ملحوظة كده. دور انج دينجر ريزبونس زا سراتي سيستم ان دي اندوكراين سيستم وورتين انتجريش. يعني وورت تو ديزر شاغالين مع بعض. البلد ترانسبورت زا هرمون سيكريتد بي زا اندوكراين ديلاندس. البلد حينقل الهرمون اللي طالع من اندوكراين ديلاندس اللي طالع من الغودة دي. سروزة بلد فيزل تقول بارتس اوف زا بادي. لكل اجزاء الرسم اللي محتاجة الهرمون ده. طب ومين بيقى مفوض بيقى بشتغل معهم? عشان اين الوثلوجين? لازم اديب الوثلوجين من اين? من ريزبوراتي سيستم. دي بقى لازم شغال معهم هو كمان. طب ترتيبوا اهم ثلاث حاجات فيه. الرائتين. لما دول. اللي هي الترسمة الهوائية. ودايفرايم اللي هو الحجاب الحاجس اللي هي غشابة بتحت عضلة تده عشان تقف تتنفس يعني. يبقى لاندس تريتيا دايفرايم. لو بالترتيب يبقى تريتيا اللي جات الاول. بقى تده لاندس وبقى تده دايفرايم. بنعمل ايه بجال التنفسي? بتنفس. بريسين or بريسين. اه. انهاليشن والساليشن. الشاهير والزفير. انهاليشن والساليشن. بيحصل فيهم ايه? انهاليشن شاهير يعني باخد هوا. باخد هوا يعني مفروض المكان بتاعهم. الرئيتين دول. يكبر والله يصغر. عاملة زي بلونتين. بياخدوا هوا. يعني مفروض المكان بتاعهم يوسع. فقالت انهاليشن دايفرايم مسل كونتراكت. دايفرايم مسل عضل لتحت دلية بتاعت اللي ايه? دايفرايم. اللي تحت ده. دا يعتبر عضلة دايفرايم. ساعد ما بتاخد هوا بتنزل لتحت. والسدرات يوسع. والوتسوجين يخوش. يبقى دايفرايم مسل كونتراكت. كونتراكت انها يقولنا مثلا كامش بتشد نفسها. نشد النفسات لاي نفسها نزل التحت. عشان تده يوم الهوة اللي فيه يخش للنجل. طب ساعة هيفضل الديفرايم معي التحت? لا. دايفرايم مصر ريلاكس. ويد اللي لايه الهوة اللي فيه يطلع بره. نفس الفترة تده زي لو انت بتملى بلونة. تنفخ في بلونة كده بتلاقي فيه. وانت مسكها كده عشان تنفخ. في حتة نشفة كده في البلونة. دي بقى انت ما فوق تشدها تحت عشان الهوة يخش بسرعة. على الحتة اللي ايه النشفة دي? دي زي الديفرايم. ساعة ما دخل هوا ما فوق دايا كونتراكت وتنزل تحت. موفز داون. يوم البلونة تتنفخ هوا. طب عايز اطلع الهوة. اعمل لها ايه? ارجحها المكانها فوق تاني. يوم الهوة يطلع. شاهير والزفير. اخر ما معلومة اللي احنا قلناها ساعة الخطر يجاهزين دول شغالين مع بعض. طعش واحد يشتغل والتاني لا. كاميرو التلوجين تخلش زيادة ومع القلب ما يودهاش. ولا ان القلب يودح حاجة ما فاشه التلوجين. يبقى ما عملش حاجة من عنده. يبقى كامش هتعرف تستجيب للخطر. فلازم يجاهزين دول مع بعض. ولازم الهورمون يبقى شغال معهم عشان تستجيب للخطر. تمام? لانجلس بتاخد اوتسجين وديب زعاوة دا يعتبر دا ايه رز من التنفس ورز من حرس ما الدورة الدموية. لازم الاتسجين لما شوفنا كده اما كنت قد طلب كده شكل السرات السيستم. كان اللي ايه الجسم كله شغال. الدم فيه دمه احمر ودمه ازرق. هو مش لونه احمر وزرق بس انا بنميز كده ما بينهم. الاحمر شايل للأوتسجين واللزق شايل للتربون دايتسايد. فاللفة دي بقى بسميها بلاد سيرتليشن. الدورة الدموية. فلازم اللونجس تاخد اوتسجين وتوتو تابون دايتسايد. لازم يبقى مع البلاد سيرتليشن. يعني بريسيند اللي جاي تابعة دورة دموية اللي تابعة سيرتليشن. لازم يبرايه دول شغالين مع بعض. يبقى ملخص بقى كل اللي قلناه في الجملة دي. كل اجهزة الجسم بتتعاون مع بعض ساعة. اما هتواجه الخطر او تهرب من الخطر. في الحالتين لازم الاجهزة تشتغل وتتعاون مع بعض. تمام? نخلى بالنا من الدكراين والدلندس بتاعتها والهرمونز. سيرتليشن بيتتاون من ايه? رزبات السيستم بيتتاون من ايه? نخلى بالنا من الكلام ده. وان شاء الله نتراجكم في درسة اخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.